هذه نبتة شجرة اللويزا اللي معروفة أكيد عند كل الجزائريين أكيد مرتبطة نوعاً ما بزوكام لا قريب فصل الشتاء أكيد هذه النبتة هي معروفة اسمها العلمي المليسا هي نبتة أصلها من أمريكا الجنوبية وبعدها إلى البحر الأبيض المتوسط بعد القرن الثمانتاش وين الناس شافوا فوائدها الطبية لما اكتشفوها انتشرت في العالم كامل هذه النبتة تقدر توصل حتى لاثنين ولا ثلاث أمتار في الطول التاحة تنمو أكثر في فصل الصيف والربيع والخارف وأكيد كما رانا نشوف الآن هذه النبتة تبدو صغيرة ورارة هي مايش مزدهرة كما نقول وفيها الخضرة فصل الشتاء تدخل هذه النبتة في مرحلة سوبات هذه النبتة نحن جاني غالما نشوفوها يستعملوها الجزائريين تكون يائما يستعملوها طازجة ولا تكون يبسة يعني هما جاني غالما فشتين حكام الأوراق يحتفظو بهم يبسوهم باش بعدها يديرهم تزان لأن هذه النبتة تنمو في الفترة يعني الجو اللي يكون دافئ في فترة الشتاء البرد سوقت ولا كان ساقع هذه النبتة راح تموت كيكون الجو دافئ تكبر وتنمو تنمو بزاف وتولي شجرة كبيرة ومعلا بنا مكاش عائلة جزائرية مكاش طبعا شيشة الويزا ولا لاظغفين في الدان احنا عجينا غالما يغرسوها في الحدائق في الجنينة ولا يقدروا يستعملوها في المحبس في المحبس يحطوها ما تقسهاش بزاف أشعة الشمس ما تحرقاش ولكن تكون جودة فيه تكون معرضة للضوء وما تكونش بزاف أشعة الشمس طبعا على بالي بالإخلاس عارفوها الفوائد التاحة يعني مش بس الكيميرا يعني ركي تشمي شوية بلة في الريحة التاحة الريحة التاحة بين النعنع والقارس والليمون الليمون أوراق تاحة خضراء لون جميل جدا نعرفوا باللي أنا دايما في هذا الروك نحب اللون الأخضر الألوان الزاهية الألوان اللي تبعث للراحة وكي لما تكون رائحة جميلة رح نمزجوبين لنزوج حاجة هايلين اشتركوا في القناة